اشتركوا في القناة كيفية استكشاف عملة الالهام في المختبرات الميدانية طبعا عملة الالهام هي تعتي من عدة مصادر يمكن اهم المصادر اللي احنا نحب نركز عليها دائما هو التصور يجب ان يكون لدى الملهم تصور والعملة تزيد بقدرتك على تصور ما هو الاثر الذي تريد ان تتركه طبعا ايضا العملة تتميز بي ان هي تحتاج الى دائما ان احنا نحاول ان نعمل الاشياء بطريقة سليمة من اول مرة ليس معنا ان نتعلم من الفشل وان الفشل تكراره شي جيد ولكن مع الوقت يفترى ان تزيد عندنا قدرتنا على دقة الاصابة للشي المتكرر طبعا ايضا تحتاج الى تركيز دائما وقفات لمعرفة اتجاه الطريق فهي ايضا هذه مميزات عملة اقتصال الهام انه تأتي من خلال الوقفات فكل ما وقفنا احنا اكثر كل ما استطعنا ان نبني في الحقيقة قدرة على ان احنا يكون عندنا دقة في التوجه وعندنا تفكير انتقائي والتفكير الانتقائي في الحقيقة هو ايضا مهم جدا لان احنا ليس دائما في اقتصال الهام نقول ليس حجم ما نقوم به ولكن كيف ما سنقوم به وما سنقوم به وما هو الشيء ليس نقوم به فدائما نحنقول it's not about doing things right ولكن doing right things يعني معناته عمل الاشياء الصحيحة وليس عمل الاشياء بطريقة صحيحة ما يهمنا نعمل الاشياء بطريقة صحيحة فقط لكن اول شيء نعمل نختار الشيء الصحيح وهذه الانتقائية في التفكير يسمونها pull thinking بعدين طبعا نتكلم احنا على القدرة على الاستكشاف كل ما صار عندنا قدرة على الاستكشاف بطريقة سليمة كل ما استطعنا ان في الحقيقة نرفع من عملة الالهام واستطعنا ان نصنع الاثر والتأثير السليم والمستدام هو القدرة على صناعة التعلم الجديد عندنا العقلية التي تصنع التعلم الجديد لنا تغير من عاداتنا من سلوكياتنا مردود افعالنا من قناعاتنا معناتها هذه العملة عملة قوية اذا عملة الالهام مرتبطة بهذه النقاط الأساسي وفيه منقاط أخرى ولكن من أهم صفات عملة الالهام انه تصنع التأثير بدون سلطة هذه نتيجة طبعا هذه المدخلات وهذه نتيجة من نتائج انك تراها انك تستطيع ان تأثر لما تصنع التأثير بدون سلطة بدون الحاجة الى تغيير قوانين طبعا تغير قوانين وصنع التغيير بعد جيد ولكن القوان ليست هي السبب الرئيسي افترى موارد وغيرت فيه مجتمع بعد جيد ولكن ليست الموارد هي الأساس فبالتالي نقول تأثير بأقل الموارد تأثير بدون سلطة شيء أساسي في خياس مدى عملة الالهام وان العملة دي رفعت القدرة للمجتمع المستهدف والمعني مقابل الطلب مقابل الضغوطات التحديات التي عليه فهذه من صفات العملة التي تقوم على شركات العمل الاجتماعية بشكل عام إذن إحنا هذه العملة من صفاتها أنها تعمل على التقدم الأسين فدائما نقول إحنا مشكلة بلداننا بلدان نامية تعمل على نمو تقليدي تبني عمارات تبني سوارع تبني لكن ما تستطيع أن تخرج بعلماء بعلماء دائما علماءها يعني وحتى العلماء المستأجرين لتوم الخارج هما في الحقيقة ما يرون العيش في هالبلد هو المطلوب يعني دائما نفكر في الدول المتقدمة ليش؟ لأنه ما في المكونات البؤر أو المحاور التي تسهم في كلاستر زي سمونها التي تسهم في الحقيقة في أن الكل يشارك في موضوع الإنجاز وآثر الإنجاز وبالتالي نتكلم على فجوة حضارية مطلوبة عملة الإلهام تقوم بها لأن عملة الإلهام تقوم على في الحقيقة الاختيار الانتقائي من هؤلاء الأشخاص الذين سيعملون في التغيير الأسسي للبلاد كيف طبيعة التغيير الأسسي وأنا ذكرت في يعني أحد كتبي عن همية هذه العملة لأنها هي تسهم في تقدم البلدان وتسريع أثرها ونجد أنها عندنا مثلة حية كوريا الجنوبية سنغافورة طبعا سنغافورة هي غير متقدمة علميا هي متقدمة بعض الشيء علمية ولكن متقدمة علميا يعني فيها هي المكس بين الـ كروث وبين الـ لكن أقول أنا ماليزيا الرغم أن الناس تشوف أن ماليزيا متأخرة عم سنغافورة أنا أشوف ماليزيا بالرغم أن عندها تحديات في مشاكل كثيرة في الفترات الأخيرة بعد ما هاتير ولكن هي ما زالت بلد متقدمة لأن تصنع السيارة تصنع عندها مصانع كثيرة وعندها طبعا تأثير كبير على بلاد العالم بشكل مختلف طبعا الدول الأخرى التي صار فيها تقدم السي كثيرة يعني ممكن واحد يذكرها لما يرى في الحقيقة الفترة التي قضتها في التغيير كانت قصيرة وكانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى العالم إذن دور عملة الإلهام هو أنها تصنع موجات من الاستقرار في الاقتصاد الاجتماعي عملة الإلهام في الحقيقة تصنع مرحلة الوعي وتصنع نوع من الصحوة في البداية تعمل هي على مستوى أيضا الاستيعاب يعني صفة العملة أنها تعمل على كل مستويات تعمل على مستوى الإدراك تعمل على مستوى التطور الذكي في الاختيارات فهي عملة في الحقيقة تغير الفرضيات في كل مرحلة وتسهم في صناعة أفكار جديدة ومحتملة فبالتالي مثلا نشوف أن نحن مرحلة الوعي تسهم في أن الإنسان فيما أن يمكن أن يقوم به بأشياء مختلفة وبحيث أن يأثر في المجتمع تسهم في مرحلة طرح طريقة التفكير السابقة يعني جانبا تسهم في أن هي عندها رقبة جادة في عادة تقييم الفرضيات السابقة ومرحلة النزاع بين الفرضيات السابقة واللا تعلم التي هي مرحلة الإدراك الله أكبر ثم هي تسهم في مرحلة يعني عدد المحاولات زيادة عدد المحاولات والممارسات والجهد وبالتالي تسهم في رفع نسبة الإصابة بشكل كبير وهو الإنسامية التطور الذكي لما يصر عندها نسبة الإصابة عالية والفرضيات تكون عالية لذا نصبح ماهرين في الحقيقة في القدرة على صناعة التطور الذكي بطريقة سليمة وبالتالي نستطيع أن نحقق مرحلة تحول كاملة نستكشفها من جديد ونخرج بمخرجات الإلهام بحيث أن تصنع موجات من الاستقرار في الاقتصاد الاجتماعي وقلنا أن عملة الإلهام تتميز أنها يبقى أخير لتصنع مرحلة من الوعي والصحوة بحيث أن الإنسان أو المجتمع يصبح يعي بأشياء مختلفة ومهمة تؤثر عليه وعلى مجتمع ثم أيضا يبتد الإنسان يراجع فرضياته يراجع قناعاته يراجع سلوكياته يراجع ردود أفعاله فيبتد يدخل في مرحلة الاستيعاب يربط كل شي يقوم به في الحقيقة لحل مشكلة لاستشراف مستقبل للتعامل مع الواقع بحيث أن يطور طريقة تفكيره ويأخذ أفكار جديدة بناء على في الحقيقة الوعي الذي صنعه ثم يصبح الإنسان لديه الأهمية الإدراك ويصبح في الحقيقة يقيم فرضياته الجديد ويدخل في مرحلة النزاع بين الفرضيات السابقة ومرحلة اللاتعلم الجديد فإحنا عشان نتغير فرضياتنا ونصنع عملة الهام جديدة يفترض أن نحن يكون عندنا مرحلة نسميه اللاتعلم هذه مرحلة اللاتعلم هي التخلي عن الفرضيات السابقة والدخول في فرضيات جديدة بحيث أن نستطيع أن نتعامل مع مرحلة التطور الذكي وهي المرحلة المحاولات والممارسات والجهود المركزة التي ترفع من نسبة إصابتنا في التعامل مع التحديات اللي حاولينا تجعلنا أكثر قدرة على أن فعلا نصنع التحول المطلوب ونستكشف أشياء جديدة فكان هذا هو ما وقفنا عنده في الحصة الماضية ولذلك نقول أن هناك موجات من الإلهام هذه الموجات تمتص عدم الاستقرار في اقتصادنا الاجتماعي لو بدأنا نحن نسويها يعني اليوم قلنا أن مكونات عملة الإلهام تقوم على العزم والإصرار على التغلب على التحديات على التغلب على المحاوقات على النزاهة والتعاطف والاحترام والقبول وهذه أيضا طبعا تحتاج إلى أن يكون في نوع من المختبر المختبر يساهم في توجيه التفاعلات السلوكية للأفراد والجماعات بحيث أن نطلع من خلاله هذه التفاعلات بإلهام جديد للمنظمات والمجتمعات بشكل سليم من خلال الربط بين التحديات وبين الوميض الذي يصدر حينما نتعامل مع التحديات بعقلية الإنسان الذي يريد أن يستخرج الفرص بطريقة سليمة نرى أن عملة الإلهام في الحقيقة اكتشفوها الكثير من الناس ولكن ما حددوها ما قالوا أنها عملة إلهام في الحقيقة في كتابات الكاتبين العلماء ثراشان إليوت وعلى فكرة هذين الموجودين وأنا اتواصل معهم بشكل مستمر هذه العلماء ليسوا علماء الاقتصاد هم علماء العلم النفس الإيجابي أكدوا أن الإلهام حالة تحول نحو صفات جديدة تشعل وميضة مستمرا في النفس وتساهم في تطوير الأفكار الابداعية التي تؤثر في المجتمع إذن تساهم في تطوير أفكار الابداعية تساهم في صناعة عملة وهذه العملة هي التي تؤثر في المجتمع لذلك الدراسات الحديثة كيف يمكن لنهج عملة الإلهام نحن هي أكدناها في دراساتنا من خلال المختبرات كيف نطلع هذه الأفكار كيف نوجهها بحيث تأثر في صناعة التحولات سواء هي يعني ماقتة أو هي طويلة المدى وتستخرج القوة الكامنة والأصول الكامنة في داخل المجتمع سواء هذه الأصول هي معرفية أو هذه الأصول هي طبيعية أو هذه الأصول هي مجتمعية أو هذه الأصول هي إنسانية بحيث تصنع عملة الإلهام المطلوبة لأن عملة الإلهام كما أشارنا سابقا هي عملة تقوم من خلال المختبرات وطرق التفكير وأيضا من خلال استكشاف مصادر الإلهام وتأتي باستخدام أدوات هندسة الإلهام الأدوات الهندسة الإلهام التي الأصل أن الملهم هو إنسان يعمل لتغيير العالم تغيير المجتمع الذي حولينا فبالتالي يصنع التأثير في الاقتصاد الاجتماعي ويصنع ويستخدم أدوات التصور والتنبؤ بطريقة سليمة فالملهم هو شخص لديه القدرة العالية على صناعة الأثر وعلى في الحقيقة صناعة قصة إلهام مترابطة تجدد في التأثير المتحقق من الإلهام وتصنع الفارق في حياتنا وتؤثر في جودة حياة لذلك نقول أن عملة الإلهام مترابطة مع مراحل صناعة الإلهام مراحل هندسة الإلهام الأدوات التي يستخدمها مراحل مختبرات الإلهام مراحل إنتاجية الإلهام مراحل ممارسات الإلهام مراحل مصادر الإلهام مراحل ممكنات الإلهام مراحل تلمس مسارات الإلهام مراحل مقاييس ومؤشرات الإلهام العملة تلعب دور كبير في كل هذه وهي واحدة من سلسلة الترابط الكبيرة في مفهوم اقتصاد الإلهام عملة الإلهام إذن هي عملة هي موجهة نحو الاقتصاد الاجتماعي ممكن تكون في الابتكار في المصانع، ممكن تكون في داخل مؤسسات، رحبية، ممكن تكون داخل المجتمع المدني، ممكن تكون في أي مكان ولكنها في الأصل هدفها أن ela هي كيف تؤثر في الاقتصاد الاجتماعي على المدى البعيد. فهي عملة تركز على صناعة القدرة على التأثير في الآخر تؤثر على القيام بالتأثير وبناء روح نستطيع نعم نحن نستطيع وليس يعني ما فعله بنا أو ما يعني ما يحدثوا لي لا ما يحدثوا مني فبالتالي هي عملة هدفها صناعة التأثير على الناس والمجتمع من خلال زيادة القدرة على المساعدة في تشكيل ما سيحدث بعد ذلك في الاقتصاد الاجتماعي وأيضا هي عملة تتميز في إحداث تأثيرات على أفعال أو سلوك أو أراء الآخرين فهي تتميز بهذه الشيء لأنها تعمل على تقيير قناعات في داخل المجتمع وعلى صناعة التأثير بدون سلطة أو بدون موارد لصناعة التقيير الأكبر إذن عملة الإلهام عملة هي في الحقيقة ترتبط بعملة اقتصاد الإلهام بالاقتصاد الاجتماعي وصناعة التأثير فيه ترتبط في تغيير العقلية الملهمة في التعلم على الحياة في اختيار أيضا طبيعة العملة في إنشاء أو العثور على العملة الحقيقية وأيضا في توليد التعلم لدى المعنيين وبالتالي تصنع الأثر المستدام الذي يحقق في الأخير مفاتيح معادلات الإلهام التي تصنع هذه العملة فهي عملة تقوم على مرة ثانية على أن نحن يكون عندنا مراحل نكون في عندنا ترميز في مراحل عندنا نكون فيها تصنيف في مراحل يكون عندنا فيها تحديد للهدف أو المشروع الذي سوف نعمل به فهي مراحل كأنها مراحل التفكر فما نحن نسوي التصنيف نجمع الملاحظات نحن هنا نبتد نسوي التركيز المرة ثانية الترميز وبالتالي هنا نصنع مرحلة أخرى بعد ذلك مرحلة التبصر واللي هي فيها مرحلة التحليل والتعليل والتعلم وهي مرحلة التصنيف ثم نأتي إلى مرحلة التدبر مرحلة التدبر مع مرحلة الاستنتاج والانطباعات وهي المرحلة اللي فيها ممارسات المشاركة التأذرية تكون كبيرة بينما المرحلة القبلها ممارسات المشاركة الإلزامية ثم ممارسات المشاركة التشاورية اللي تكون طبعا أيضا هي قبل ذلك فحن نعمل على إذن خلال معادلات الإلهام نشوف أنها مستواها مثل ما نقول عندنا في العملة في فئة الدولار في فئة الخمسة دولار في فئة العشرة دولار عشرين دولار مئة دولار أو الخمسين دولار فحن نتكلم على نفس الشيء في مستوى العملات كل ما كنا قدرنا نصل في العملة إلى مراحل متقدمة مرحلة التدبر مرحلة الاستنتاج مرحلة الانطباعات معناها تأثيرنا إن شاء الله سيكون أكثر بكثير وهذا مفهوم المفاتيح المفاتيحية تساهم في أن نصل إلى هذا المستوى يعني لما نقصد في مفاتيح معادلات الإلهام أنه لما نستخدم الترميز بطريقة سليمة نستخدم التشاور مع المجتمع المعني نصل إلى مرحلة أن نستطيع أن نسوي المقاربة وبالتالي نستطيع أن نحدد الأصول المعرفية المعنية لما نصل إلى مرحلة مرة ثانية التصنيف معناها نحن وصلنا إلى مرحلة التبصر وهذه المرحلة يصبح فيها التحليل الصحيح والتعليل الصحيح والتعلم الصحيح وهي مرحلة العملة المتوسطة ثم المرحلة العملة المتقدمة ذات التأثير الكبير المرحلة التي تكون فيها التدبر عالي الاستنتاجات والانطباعات عالية وهذه تأتي في مراحل الإدراك ومراحل التطبيق وهي المرحلة التي تكون فيها المجتمعات والمؤسسات وصلت إلى مرحلة نسبة الإصابة فيها 70% فما فوق مرحلة الذكاء المجتمعي أو المؤسسي الاستبقائي أيضا قد يكون شيء ما حدث أنت تستبقى لكي لا يحدث في المستقبل إذن تقدم في المعادلات الإلهام زيادة في عملة الإلهام هذا هو يحدث من خلال مرة ثانية الاستطبيقات التي تكون على أرض الواقع إذن نستطيع أن نقول أن هناك ممكنات لعملة الإلهام وهذه الممكنات صير تعظيم لها من خلال استكشاف الفرص كلما استكشفنا الفرص بطريقة سليمة استطعنا ذلك واستكشاف الفرص يزيد من خلال معادلات صناعة الإلهام أدوات الإلهام مقاييس مستوى نضوج الإلهام وأيضا معايير صناعة الإلهام كلما استطعنا أن نسخدم هذه الأدوات بطريقة سليمة طبقنا بطريقة سليمة كلما استطاعنا أن نصل إلى عملة الإلهام التي هي تفوق سيطرة سوق رأس المال الآن عملة الإلهام ضعيفة لأنها عملة جديدة فشوي شوي قاعد تطلع ليس مثل عملة البتكوين اللي طلعت هكذا لا عملة الإلهام قاعد تطلع بمثل عملة اقتصاد المعرفة عملة تطلع بالاستخدامات بالتطبيق كل ما زاد التطبيق لها زادت للأسف أن هذه العملة اقتصاد المعرفة حرفت صارت جهة الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وهكذا اليوم احنا لا نقول لا هذه العملة سوف تطلع من خلال تطبيقات ونماذج تنتشر في المجتمع كل ما انتشرت في المجتمع تستطيع أنها تقلل الفارق بينها وبين عملة وسيطرة عملة الرأسمال فالعملة تقوم على مدى القدرة على تطوير وصناعة وتطبيق ومارسات وأفكار ملهمة كل ما صنعنا نماذج ملهمة كل ما استطعنا أن نشوف هذه الأثر هذه العملة من تفكير يقوم على الاستكشاف لمكان من القوة الكامنة في الأفراد والمؤسسات أو المجتمع إذا استطعت اليوم أن أنت تقضي على الفقر أو أنت تقضي على ضعف المرأة وعدم المساواة بالنسبة للمرأة في حقوقها وواجباتها مثلاً فأحنا هنا قللت من حالات الطلاق زدنا من حالات الاستقرار الأسري زودنا من الشباب الذين هما يقيمون في قراءهم ولا يهاجرون واستطعنا أن نتعامل معهم للطرابات المجتمعية المختلفة والطرابات التي تأتي بسبب البطالة العطالة عدم الاستقرار سوق المال وهكذا استطعنا أو عدم الاستقلال الموارد طريقة سليمة أو منع في الحقيقة استغلال مواردنا ونحن ما نعرف عنها وهذا يحدث الكثير في الدول العربية فبالتالي هذه نستطيع أن فعلاً نرتقي بعملة الإلهام وتصبح عملة مع الوقت إن شاء الله تفوق عملة الرأسمال وبالتالي سيصبح هناك اقتصاد قوي يسمى اقتصاد الإلهام يفوقها اليوم بعيد النظر الإنسان لأنه نظر ضعيف للمستقبل ولا يستطيع أن يرى ما نقوله الآن لكن بعد 30 سنة وبعد انتقال النماذج ونقلها من خلال الآخرين وتبنيها من خلال مجتمعات كبيرة وشركات كبيرة ودول كبرى لا شك أن هذا الاقتصاد سوف يكون هو إن شاء الله أحد الاقتصادات المفيد للإنسانيين لأنه بطبع الإنسانيين أنه يتبحث عن ما هو أفضل لها إذا ثبت ذلك فنحن نحتاج أن نثبت ذلك ونسعى لتدبيت ذلك لذلك وهذا البرنامج الأكاديمي اللي دوركم هو نقل هذه التجارب في مناطقكم وخاصة قد يأتي الاقتصاد للهام ليس من الدول الغنية من أمريكا ولا بالعكس ممكن هذه الدول هي اللي تقاوم ولا دول الخليج العربي لا يمكن تأتي من دول فقيرة من دول أفريقيا من دول الشرق آسيا من دول أمريكا الجنوبية تتبنى وتطلع هذه الدول هي اللي تأتي بهذا الاقتصاد الذي يصبح لأثر على العالم إن شاء الله فمن خلال أدوات تحول التحديات إلى فرص نستطيع أن نؤثر كعملة على الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي الوضع الاجتماعي نصنع من خلال التعايش نصنع من خلاله في الحقيقة فرص جديدة نتفوق فيه على مثل ما قلنا العملة الرئيس المالية اليوم إحنا مثل ما قلتنا أي لو فرضنا عملة اقتصاد الإلهام هنا فهي اليوم ضعيفة مقارتها بالدول الصناعية لكن مع الوقت إن شاء الله القرن الواحد وعشرين ما زال في وقت إحنا حيطفنا بس واحد وعشرين سنة فإن شاء الله لنا المستقبل إحنا لنا حين ثمانين سنة إلى الأمام سوف نعمل أن الدول النامية هي التي تعمل نماذج ناجحة إن شاء الله بحيث تنشر هذه العملة وبالتالي تصبح مع الوقت أطول من سيطرة الدول التي تسيطر على فقط المنتج والخدمة تصير عندنا عملة الإلهام هي الأكبر هي التي تحقق في الحقيقة على أرض الواقع ومن خلال العمل الميداني نماذج ناجحة تؤثر في المجتمعات ويصير فيها تبادل للتجارب الملهمة ويصير فيها روح التجديد في نماذج الأعمال في المؤسسات ويصبح لدينا معرفة كيف نربط المنتج أو الخدمة بنموذج الأعمال بهرمونات الريادة والإبداع والإلهام وكيف أن يكون هذا كله يؤثر في المجتمعات ويرتقي في المجتمعات ويصنع مستقبلاً أفضل لمجتمعاتنا بدنا الله سبحانه وتعالى إذا نحن واحدة من الوسائل سوف تكون هي طبعاً ملاحظة ولكن أنا أريد أن أقف معاكم عند هذه النقطة ونكمل معاكم إن شاء الله في الجلسة القادمة والحصة القادمة شكراً لكم سلام